موسيقى السلام عليكم اخوتي واش عرفكم لا باس بخير بوك كاين بالزافر اميسك سوفيه لا بالماضي لان قلت لك رحلة اليوم قلت لك رحلة بالماضي اليوم قلت لك سافر القاطر ومنضاش وهذه يتع الهدف البارح دايلي النشور يقول لك بالماضي في سخ العقد التاءوه سوف يسافر الى قاطر رسميا ولكده بيعملوا غير في الضغط هذي بالماضي رحوا ضكة في قاطر راح للقاطر راح عندك كما يقولوا العيلة تاعو بعد مرتاح ما تضغط اللي داروه ومحبش يمضيع العقد واش محبش يمضيع العقد يعني كان امور بينو بين صادي الامور اللي جينا نتكلموا اليوم في هاتي هاد الفيديو نتكلموا بالماضي راحوا مخشنا راسوا معاهم نعطوه 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 هذي مشي معلومة جيد تقبلها أتنايا معي كمشاهد باريجزوب نتادرها بالك بالك بالطبعلي بريجزوب مدرب بريجزوب يرفض الان العقد ويريح في تزاهرة بعد ما جاء بريجزوب يريح في الاتحادية يريح هذا المدة كاملة هادية امتا في ميزق بريجزوب لا تظن عنو هناك عن اتصالات بينو بينه وبين الحكومة عدناً للحكومات خلال التي أنamel McKinow عندها بزاف تبون تقابل مع جمل بلماضي صح ولا لا لا تسمى هنا يا كاين امر يعني ما تقوليش باريزوم تبون ماراو السن عبلافير ها ديقاء وما دخلوش وما هي درج كان امر ما كاين والو تبون تقابل مع جمل بلماضي لان صارت فيها واحدا شو كده وتقابل نهار ما كما قلوا عيطول وقال لكم جمل بلماضي عيطولهم الفوق وقالوا لي كما قلوا احنا نبعوتين الناس من الفوقه باش نجوز لهم دوسي وقال حموا المنتخب المنتخب رأوا في خاطر لا تشفى وما باش نذكر الناس باش نربطوا الامور هدية مع بعضها فتبون يا اخي عيطول ودلوا نداء وتلاقى معه واش قالوا واش ما قالوا شالعلم عند الله واحد ما كان بيناتهم كما قال جمل بلماضي قال كان راسي وراس وهكذا ولا لا لا وهو صادي اللي عيطلوا هذه الدربة وقلنا لكم في هذه المدة باللي صادي عيطلوا قلوا قلوا لي ناس من الفوقه ونعودوا نولوا للتويتر نعودوا نولوا مش نعرفوا بلماضي علش محبش يسنيه وهو اللي يرهم يروجوا ويقول لك بللي اموال وراه وطالب سبع ملايين وطالب كده هذي خرطي في خرطي بلماضي بلماضي impossible بلماضي impossible لي يعرف بلماضي لي يعرف بلماضي صح impossible نقول لكم علش لي يعرف بلماضي impossible بلماضي يقولوا ما اعطوني سبع ملايين ولا مرة بلماضي عيطت له السعودية السعودية يخي رسميا وزاد هو قالها يخي قالتها واسمه الجبنا لكم الاسم التع السعودية مالي يقولünü عخيه وللأه كشك الاهلي прирاتب خيالي و عهيد و غ琶 للمضي يعني لي مالت جيش تقن عن لي بلماضي بدوم بلماضي سما به دراهم ولا به 200 الفى شهر ولا هذا الفى ولا به 200 الفى شهر ولا به الأموال هذيك اللي كان به كان في الأموال و كان يسمعه و يذهب بالجزائر و يذهب بالندربة تطلو السعودية هو يأتي للجزائر لنقص من راتبه أعبك أن يدك الخرط وهذه العيون يقسم بالله يا أخوتي لأن عرفوا حتى الزطش وقالها وحتى قاطر قالوا واسمه قنوات قطارية قال لك جامال برماضي يسمح فيه راتب كبير واستغنى من نصب تقريبا أو أكثر من راتبه ورح يدرب الجزائر وبعد يأتي لي يا إباد يحبوا يقنعوني باللي باركسوف جامال برماضي يحوس على الراتب ولا يحوس علي 7 ملايين ولا يحوس على 6 أجهر أو يحوس على 3 أجهر لأن في الماضي مؤخرا عندها حيث 1 أجهر أو 3 أجهر أو 3 أجهر أو 4 أجهر أو 6 أجهر السعودية هي يقوم براتب خيالي يدير 10 أضعاف من الراتب الذي يديره في الجزائر يعني يدير دراهم واختر من هذا الذي يتقنع عنه باللي باركسوف جامال برماضي يحوس على 7 ملايين بالماضي لا يرى أن يبني العقد لا يرى أن يمضي العقد لأن الصيفة تعرفوا الرجلة تعرفوا الرجلة كما يقولون الرجلة الصيفة التي جاء صادي يحقروا جاء صادي مرمت مباشرة جاء لي قالوا جاء العمر من الفوق وقلنا لكم هذو ناس الفوق اللي قالوا لنا نبعوثين من الفوق جوزنا الضوصية تحت الطابلة تفاولا ما تفاولا نزيد نفكركم جاء له صادي قالوا رأي جاني رأي كما قلوا أوامر من الفوق بل انتايا خلاص اليوم تروح ركوا شايفين ولا لا لا فبالماضي بالماضي تشفوا لها مهر ما قل قل لك عيطوا لي قل لك كيف تسمحوا لرواحهم ويجي يقولوا لي بل لي احنا ناس من الفوق رك فاهم كيف احنا ناس من الفوق بعتونا ناس من الفوق قل لك شووش يعني الصيفة اللي جاي تخلعني زي ما رك تهدد فيها ناس من الفوق هادي الدربة اللي قالوا له جو زوري الدوسي عاود درهال ونفسه هو صع عاود درهال وصادي قالوا بل لي باسه من الفوق بالماضي هادي تعمل اسم الفوق ما تقولش قاع معه وما تخبطش قاع معه ما تقولش باعي يعني واش جاي تهدد من تب الناس تتعكلي من الفوق نزيدوا نعاود نقولوا أولا صادي وبعد نكملوا في القاضية باش نفهمكم علاش بالماضي بحبش يمضي العقدة داعو صادي قلنا بل لمقيود ما يقود قلناها قبل ما يشدها صادق قلنا المقيود ما يقود قلنا بل Leyصادير رأب حاطينه يتحكموا فيها كون يتحكم فيه يتحكم فيها حافة دراجي التويتر اللي قالوا اطلق تويتر Muhammad Ali حافة دراجي ابل مباشرة طول 힘들 нес الان خراطه وقتلتونا بالخلايا. كوالس ما كوالس. ويحمي المنتخب هو دارت صراحة نحميل منتخب. لي بيناتي الظار ما يمشيش مع الجزائر. الظار ما يمشيش مع الجزائر. هذه الحماية. الظار ما يمشيش مع الجزائر أخي العزيز. الظار يمشي غير كونطر علينا. الظار يمشي بشي يحسب لنا تسلولات. كينا ماركيو تعبو. يعيش يحسب لنا تسلولات. والأهداف اللي يلغيها الحاكم ضدنا إحنا يا طاريزو بلي ما ركونا. ويلغيها حاكم المبارك. ال� اولا لا 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 يتصلحون له أسلح زهم انت تجعلون هذه الحماية لا تتلعقين هذه الحماية درسون محق cooperation 대해서 صادير رفع دعوة الحكم يعني ما يجيش تقرن لكي يقولي أنا ما أستعرب أنت تستعرب صادير بسعى ما تستعرف بللي الحكام ضلمونه وصادير رفع شكوه وصادير قال لك خرمونهم تلت ضربة الجازاء في الماتشبه بركت على البوركيناطاس والتلت ضربة الجازاء قال لك محاوانا في الماتشبه بركت على البوركيناطاس مكان لي حماية لولي وكنت تخرقوا جايين باش نحو جامل بالماضي واتفاهمتوا مع المدربين قبل جامل بالماضي وصادية راح للعبين قالهم بالماضي ما راحش يبقى بالماضي هذا ما معين وما راحش يبقى قبل في التدريبات قبل مباراة موريطانيا وتسريبت تشكيلات والخطات على جامل بالماضي للمدربتها موريطانيا تسربتها الموريطانيا هذه أمور قاعدت لعبت في عقل جامل بالماضي مسمع بأمور وعاش أمورها بزاف جامل بالماضي راحوا زكار مشي زكارة زعمة زكار ولا روحي بيريح ولا بالماضي أنت يا يحركني ونقول لكم بالماضي لو كان طريق زبعيط لو تبقوا خلاص خدام بالماضي يروح لا يسحق على دراهم الأول وبالماضي ما بيش دراهم ما نعطيها لكم مادام بالماضي بقى كين اتصان مع الدولة وقالوا له ما تدروا له ما تدروا له ما تسنيه لهم قالوا له ما تسنيه لهم باش نعطي لكم بالماضي علش العقد التاعو فارغ ما في حتى ما في حتى كما قلوا أهداف لاني قلتها لكم تخترب بل باديد سكونترة تعلق وليسنياوها الخنانية ما في حتى أهداف ما فيهاش أهداف يعني لو كان يخرج من الدور الأول كأس إفريقية ولم يتأهل شو لهذا ديقاء ما فيهاش علاه ما فيهاش لأن هذا أمر من عند الدولة باش يحمو جامال باديد لأن على بالهم باللي رمجين هذا الناس اللي رم يكسروه فيه على بالهم باللي رح يكسروه الدولة على بالهم باللي رح يخرجون من الدور الأول وقلت لكم عندي أربعة شهور بالله هذه قصة جمال هاوليك موعد راحيل جمال بالماضي عندها أربعة شهور من اللي دركت الفيديوهات دخلت لكم وكتبت لكم الله فيك الديقاج ويبدعته له ناس يقول له ديقاج ما ديقاج عارك شايف لا 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 يعني الدولة على بالها وش رمي يدير وش رمي يخططه باش يضربه المنتاخر فتقول لي بازو بتارك معه بالماضي بقاء بالماضي أنا قلت لك بالماضي لو كان يروح مليحة ليه أنا مرانيش معه بقاء بالماضي مش يعلاجه الفاشل ولا مش فاشل وكان يروح يوني راسي ويخليها لهم صح انتو تقبل بارك زوب ويروح بالماضي خلينا بالماضي يخليها لهم ليهم أنا مده بيه يروح بالماضي يروح معه يروح معاه الاتحادي هذي اللي جات كالصرع اتحادي يدخدم ضد المنتاخب شي مالاد نتايا اتحادي يدخدم ضد المنتاخب ركتان وش حبيت قوله فجمل بالماضي يذكر لهم مكان امور الناس اللي راه يجي تخرج تحكي بارك زوب الدراجي ولا صاحبي فلاني ولا صاحبي فلاني يجي يقول لك بارك زوب الماضي وطا طا طا ناناني يا أخي صاديره في البلاد رئيس اتحادية ولا لا لا يعله ما يخرج يحكي كان خلاف ولا لا لا كان خلاف بينه بين مدرب شكل يخول له نفسه من صحافة يتكلم باسم الاتحادية فهمني يا أخي العزيز مصادي مراوش في الإطال ونشيرها وفي الجزائر ولا لا لا تروح دين معي الحوار هذه هي النقطة اللي جيتم دير عليها الفيديو تروح دين حوار مع صادي تروح دين حوار مع صادي وكذا قال المدرب كيفاش ما وش المشكل اللي بينقومه بالمدرب ويخرج يحكي لازم يكون فيها مؤتمر صحفي ولا لا لا خفته من المؤتمر الصحفي لأن لو دينه المؤتمر الصحفي رح يخرج بالماضي يطرق القنبلة اللي راكوا خايفين منها راك فاهم آخي العزيز الزرام خايتين من قنبلة حابينه يسني بيده ويدغطوا عليه ويروح راكوا شايفين وما تطلاثر ما تموش ما ميسني لك ما تموش جمال برمادين بعد يقصفكم راك فاهموش حابيت نقول لكم جيبوا النا صادي يتكلم قال أنا قتلوك دا ومنا بلي خلاص تستاقيل هو طلب لي سمع ملاي يجيبوه صادي يقولها بفمه على بالكم بليل وكان يقولها بفمه صادق وعلى هاركوا هاي لكن على هارم يبعتوه في الدوباب بتاعهم الدوباب بتاعهم حافية دراجة هو دوباب حسين جنات صحافة ديزا دميوس الحيات تا 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 ريدا وسواس رقبهم يبعتوه في أرض وهو اللي كنت تقولوا باش تشوهوا الصناعة بتاعه صادي يقول أنا ما قلش صحافة تتخيل وتخيل وتقول بللي يعني ما يقدرش فجيبوه الناس صادي يتكلم نتحداكم جيبوا صادي يتكلم وقولولو يقول انه وش كاين القاضية بينوه في جامل بالماضي راهوا في الجزائر راهوا في الجزائر وانتم اللي فوطيتوا على صادي وانتم صحافة اللي حقيتوا صادي روحوا عند صادي قولولوه وراه لمشكل وخلوا صادي يحكي ويقول انه وراه لمشكل راك فاهمين راك فاهم اخي المواطن لماذا لا يقدر صادي لان راو خايف جمال بالماضي كانت يقدر انا كنت جيبوا بريفار جيبوا صادي وبلماضي ونديروا مؤتمر صحفي ونسمعوا الحقيقة حقيقة اللي راوحوا وسعليها الشعب وش الصراع فالكود ديوار هذه الحقيقة فاهمتوا لماذا لا يحب شيء يسميه لان كانت امور كانت قناة بالمدوية ما راهوا حيب يسمي لهم اهضر يا صادي نهضر صادي ما راهوا حيب يهضر صادي ما راهوا حيب يهضر صادي ما راهوا حيب يهضر لان راو خايف القنبلة تنفاجر القنبلة اذا تنفاجر راح تطير برجليه والجماعة كاعوا راكوا فاهمين ولا لا لا لاش للصحافة اللي راهم يتكلموا على صحة السيد الراجي ولا المكلف بالإعلام الناطق الرسمي بالاتحادية يعطي لكم اشبار بين صادي وبين جمال بالماضي بالكذب مطلوش عليكم خواتي وقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام